اشتركوا في القناة اتنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزبن يسرد حكاياتها وتفاصيلها العديقة نستذكر فيه الأمثل قديم ومنامح عماننا العظيم عمان وضعه مجر تبنى رجيل الزمان رجالك عدى جلول الحضارة والكون مجدا والدين كانوا قمادا أشتا من التاريخ العماني من التاريخ العماني نلتكي مع باحثين في التاريخ العماني ننبش موضوعا ما نستخرج الحقائق والوقائع المخفية ونعرف قصصا مثيرة من التاريخ العماني موعد مع الماضي التليم عبر الأثير عبر الأثير إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري تقديم أحمد بن سالم الكلباني إخراج علي بن عبدالله العجمي من التاريخ العماني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني أعزائي المستمعين شهدت فترة حكم السيد سعيد بن سلطان الكثير من مظاهر التطور في علاقته بالدول الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا أكبر قوتين أوروبيتين في تلك الفترة أو حتى في منطقة المحيط الهندي وكان هذا التطور امتدادا لعلاقة عمان بهتين الدولتين منذ بداية دولة البوسعيد وما مر بها من تطورات في عهد المؤسس الإمام أحمد بن سعيد وخلفائه من بعده أصولا إلى عهد السيد سعيد بن سلطان واستمر التطور في علاقة عمان بهتين الدولتين في عهد السيد سعيد بن سلطان فقد شهدت فترة حكمي الكثير من الأحداث الخاصة بالوجود البريطاني والفرنسي في منطقة الخليج وتأثيره على عمان وعلاقة حكام عمان آنذاك وعليه ومن خلال هذه الحلقة سنسعى بإذن الله إلى الكشف عن التفاصيل الخاصة بعلاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان وسنركز من خلالها على الشق الآسيوي من هذه العلاقات لأننا سنخصص حلقات أخرى للحديث عن علاقة عمان ببريطانيا وفرنسا في الشق الأفريقي ونحن نتحدث عن دولة مترامية الأطراف أو إمبراطورية عفوا مترامية الأطراف في جانبين ولها الكثير من العلاقات في عهد السيد سعيد بن سلطان ومن أجل ذلك بإذن الله سنكمل الرحلة التاريخية أخرى رفقة ضيفتنا مجددا أستاذ منال بنت حمد لقطيطية الباحثة في التاريخ العماني والمتخصصة في العلاقات الخارجية لعمان في عهد السيد سعيد بن سلطان أهلا بك مجددا أستاذ منال أهلا وسهلا أستاذ أحمد شكرا استضافتكم الكريمة حياك الله مجددا وأيضا نرحب بأعزائنا المستمعين في هذه الرحلة التاريخية المتجددة وبإذن الله نوصل معلومات تاريخية مفيدة ومثمرة على مدار ساعة كاملة من الوقت انتظرونا لننطلق مع أول تساؤلاتنا في برنامج من التاريخ العماني من التاريخ العماني من التاريخ العماني علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان نعود لكم أعزائي المستمعين ونتحدث عن علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان وكما ذكرنا بأن حديثنا لهذا اليوم في علاقة عمان بهاتين القوتين الأوروبيتين سيكون إن شاء الله في هذا الجانب الأسيوي فيما يخص المحيط الهندي وما جاوره من علاقات وتعاملات وسيكون حديثنا مقسما على محورين إن شاء الله المحور الأول العلاقات العمانية البريطانية في عهد السيد سعيد بن سلطان ثم بعد ذلك سنتحدث عن العلاقات العمانية الفرنسية في عهد السيد سعيد بن سلطان أيضا نذهب لتساؤلنا الأول أستاذ منال ونتحدث عن الوجود الأوروبي في منطقة الخليج ما قبل وصول الإنجليز نعم طبعا كانت البرتغال هي وحدها من تمتلك الحق الإلهي كما يدعون طبعا الذي أعطاها إياه البابا في القرن السادس عشر للتجارة مع الشرق واحتكار هذه طبعا التجارة ولم تتمكن طبعا الدول الأوروبية الأخرى من منافستها لفترة طويلة وإلى أن طبعا ظهر المذهب البرتستانتي في القرنة الأوروبية وبدأ بالانتشار بشكل كبير فبدأ أتباع هذا المذهب الجديد بخرق الكثير من ما سنه البابا عن ذاك أو بابا الفتكان عن ذاك فبدأ طبعا الهولنديين بخرق قوانين التجارة التي سنها البابا ثم تبعهم بعد ذلك الإنجليز ذلك أن الهولنديين أساسا ثاروا على التاج الأسباني والذي كان يضم تحته الاتحاد الفيدرالي بين إسبانيا والبرتغال وكانت أيضا هولندا أيضا من ضمن ممتلكات هذا التاج إلا أن الهولنديين استطاعوا طبعا بعد هذا الخرق إلى طرد البريطانيين من العديد من المناطق في الشرق فقاموا بإجلاءهم من الكثير من المناطق وأصبحت يعني طبعا أصبحت تواجد البرتغالي أنذاك مقتصر على نطاق ضيق جدا شملت بعض المناطق في شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا وعمان وهرمز ومنذ ذلك الحين طبعا أخذ الهولنديين والإنجليز على عتقهم منافسة البرتغاليين في التجارة في منطقة الشرق أو بالتحديد أيضا في منطقة العمان والخليج العربي وخوض طبعا ما وراء البحار وقد ساعدهم في ذلك قيام شركاتهم التجارية الشرقية فعلى الرغم من أن الإنجليز قد تأخروا نوعا ما عن الهولنديين في الوصول إلى منطقة الخليج العربي وفارس إلا أن شركتهم هي من بقيت وقاومت إلى نهاية المطاف وأصبح لها الكلمة الفصل في العديد من الشؤون ليس فقط التجارية منها إنما تجاوزته إلى أبعد من ذلك وتحولت إلى حكومة حتى نعم وبدأت تفرض كلمتها في الكثير من المواقف السياسية المتعلقة بهذه المنطقة جميل ونتحدث عن هذه الشركة التي ذكرتها قبل قليل والتي ربما تحولت في فترة لاحقة إلى حكومة لها تأثيراتها وشخصيتها الاعتبارية وتعاملاتها في منطقة الخليج العربي شركة الهند الشرقية الإنجليزية وإيضا نتحدث عن ما قامت به في تعزيز الوجود الإنجليزي في الخليج حدثينا عن تأثير ذلك نعم طبعا كان أن قامت شركة الهند الشرقية الإنجليزية وهي شركة تجارية إنجليزية تم إنشاءها بموجة بالإذن الملكي من صاحبة الجلالة الملكة وكانت لمجموعة من رعاياها طبعا من التجار المغامرين كان على رأسهم طبعا جورج إيرل كامبرلاند وكان طبعا من تتضمن هذه الشركة يعني مجموعة من الحقوق كالإتقار مع الهند الشرقية واحتكار التجارة وامتيازاتها في الجمارك وتنظيم تحويل العملة وما إلى ذلك من الشؤون التجارية المختلفة وطبعا تم يعني إعلانها بشكل رسمي في عام 1600 ميلادية وبدأ بعد ذلك الأسطول الإنجليزي يعني يمارس هذه الأعمال التجارية من خلال هذه الشركة لكن سرعان ما بدأ ينتقل أيضا إلى الجانب أو إلى الشؤون السياسية للمنطقة فنحن كما نعلم أن أساسا الاقتصاد والسياسة هما وجهان لنفس العملة ولا يمكن الفصل بينهما أبدا فأصبحت هذه الشركة بعد أن كانت أساسا قائمة على أساس تجاري بدأت تتدخل في الأمور السياسية للمنطقة طيب نتطرق للحديث عن الأثر السياسي لشركة الهند الإنجليزية أو لشركة الهند الإنجليزية الشرقية كيف ما اتفق على عمان نعم طبعا بالنسبة إلى أثر شركة الهند السياسي على عمان فبدأ بالتحديد بعد نقاح الحكومة البريطانية في توقيع أول معاهدة سياسية وتجارية في عام 1798 مع أول حاكم عربي وهو السيد سلطان بن أحمد وتلاها بعد ذلك بعامين أيضا تأكيد تأكيد نعم لهذه المعاهدة وطبعا هي في الحقيقة والواقع نقطة تحول بالنسبة لتاريخ عمان يعني من ناحية الاقتصادية ومن ناحية أيضا من ناحية السياسية وهي بداية لصفحة جديدة في العلاقات السياسية الدولية لعمان وقد استطاع الإنجليز بهذه المعاهدة من تدعيم وجودهم في عمان وتعد هذه المعاهدة طبعا أول معاهدة سياسية أقنبية تعقد مع حاكم عربي ويعني يعود سبب يعني عقدها إلى جملة من الأسباب السياسية والتجارية يعني وطبعا من أهم يعني أسبابها وصول الفرنسيين لمصر وبدء تكوينهم لعلاقات ودية مع القوى الموجودة في المنطقة المجاورة هذا طبعا ما سبب الرعب للحكومة الإنجليزية الموجودة في الهند فسارعت لتدارك يعني الوضع السياسي آنذاك الحاصل هناك فيعني تم تأكيد مرة أخرى هذه المعاهدة على يد جون مال كولوم ويعني كانت مهمته تنحصر في تحقيق هدفين أساسيين أولهما تقديد هذه المعاهدة وتثبيتها مرة أخرى ومع عمان وثانيها تأسيس وكالة بريطانية في مسقط ويرى الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي أن مال كولوم يعني كان يسعى أيضا وراه هدف آخر غير أيضا يعني توثيق وجوده في عمان أراد أيضا إبرام اتفاقية مع فارس لأنه يريد أن يسيطر على المنطقة بشكل كبير يعني بحيث يؤمن جميع الطرق المؤدية مواجهة للمنافس المباشر وهو فرنسا نعم الموجود في مصر فأراد أن يؤمن جميع الطرق التجارية المؤدية إلى أكبر وأثرى مستعمرة إنجليزية موجودة في الهند طيب الحديث في الشقة الذي يخص جانب العلاقات بين بريطانيا وعمان والاتفاقيتين اتفاقية عام 1798 وأيضا اتفاقية عام 1800 بحضور جان مال كولوم ربما يسوقنا إلى استمرار هذه العلاقات إلى ما بعد السيد سلطان بن أحمد حيث أنها وقعت في عهده جيد نجد في بنود اتفاقية مثلا اتفاقية عام 1798 بأن عدو السيد سلطان هو عدو بريطانيا عدو بريطانيا هو عدو السيد سلطان بن أحمد السلطان بن أحمد في نفس الوقت هو عقد هذه الاتفاقية ولكنه حافظ على علاقاته مع الفرنسيين حافظ على علاقته مع البريطانيين وكأنه يتفق مع المعاهدة قليلا ثم يتفق مع غير ذلك كيف ما شاءت المصلحة وهذا كانت له تبعاته فيما بعد عهد السيد سلطان بن أحمد إذا ما ذهبنا مباشرة إلى فترة حكم السيد سعيد وسنتعرف عليه وسنوضح إن شاء الله من خلال البرنامج نذهب الآن إلى فترة حكم السيد سعيد كيف بدأت العلاقات بين عمان وبريطانيا في عهده خاصة في صراعه مع الفرس وأنت ذكرت قبل قليل بأن بريطانيا كانت لها طموحات بأن توسع نفوذها وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع عمان ومع بريطانيا ومع فارس على حد سوا نعم طبعا بالنسبة للعلاقات ما بين الحكومة الإنجليزية الموجودة في الهند والسيد سعيد بن سلطان لم تكن على ما يرام عندما بدأه عندما استلم السيد سعيد بن سلطان الحكم في عمان فهي لم تكن راضية أساسا من وصول السيد سعيد بن سلطان للحكم على غير ما كان يحدث مع من قبله نعم خصوصا بعد مقتل ابن عمه السيد بدر بن سيف نعم لكن أدركت بريطانيا بعد ذلك أنها كان لابد لها ولزاما عليها أن تتعامل وأن تتعاون مع السيد سعيد بن سلطان وذلك خدمة لمصالحها سواء التجارية أو المصالحها السياسية كما ذكرت سابقا أن فترة حكم السيد سعيد بن سلطان فحقيقة هي فترة مميزة جدا لأنها فترة طويلة نسبيا إذا ما قررنا فترة حكم السيد سعيد بن سلطان ببقية السلاطين أبو سعيد أيضا والسبب الثاني كثرة الأحداث السياسية الحاصلة في عهد السيد سعيد بن سلطان طيب تحدثنا عن بداية علاقات السيد سعيد بن سلطان وكيف أن بريطانيا اضطرت للتعامل مع السيد سعيد بن سلطان بالرغم من أنه لم يكن الشخص المنشود من قبل الحكومة البريطانية في الهند جيد نتحدث عن صراعه مع الفرس وهذا الشق الثاني من السؤال كيف كان موقف بريطانيا نعم طبعا بالنسبة لصراع السيد سعيد بن سلطان مع الفرس أنا أرى أن السيد سعيد بن سلطان بالنسبة لعلاقاته مع فرس يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية أولا علاقة السيد سعيد بن سلطان مع الإقليم الفارسي نفسه أو مع شاه فارس نفسه ثانيا علاقة السيد سعيد بن سلطان مع المقيمية البريطانية أو الإنجليزية الموجودة أصلا في إقليم فارس ثالثا علاقة السيد سعيد بن سلطان مع الأسر العربية الحاكمة الموجودة في الشريط الساحلي لجنوب فارس هنا نلاحظ أن بريطانيا طبعا مواقفها تختلف في صراع السيد سعيد بن سلطان مع فارس في بعض الأحيان تقف في صف السيد سعيد بن سلطان ضد فارس وفي بعض المواقف تقف مع الحكومة الفارسية ضد السيد سعيد بن سلطان فهذا طبعا يحتب يعني معطيات الموقف السياسي نفسه أنا ذاك في الحاصل أنا ذاك في تلك الفترة وهذا على غير ما حدث في الاتفاقيتين التي تحدثنا عنهما ولتان أبرمتا في عهد السيد سلطان بن أحمد نعم أن عدوك عدوي وصديقي صديقي نعم نعم فهي يعني في النهاية تخدم أولا وأخيرا مصالحها التقارية ومصالحها السياسية جميل ونؤكد ذلك من خلال السؤال القادم في خضم هذا الصراع أستاذ منال نجد أن بريطانيا وقفت إلى جانب الفرس أكثر من وقوفها إلى جانب عمان هل من تعليق على ذلك؟ نعم طبعا هو يعني من ضمن المواقف السياسية الحاصلة أنا ذاك في تلك الفترة يعني هو ما يتعلق بمسألة أو قضية عبد الرسول خان أو الشيخ عبد الرسول وهو حاكم أحد من الأسر العربية التي نزحت من سواحي الأمان باتجاه الساحل الفارسي وكان يحكم بعض الأقاليم يعني في الساحل الفارسي لقنوب فارس طبعا فكان أن السيد سعيد بن سلطان كان يطالب هذا الرجل يعني بمبالغ مالية مستحقة لحكومة مسقط وكان عبد الرسول خان لا يعير السيد سعيد بن سلطان أي اهتمام فكان أن سير السيد سعيد بن سلطان يعني حملة بحرية لإلقاء القبض على عبد الرسول خان ويعني أخذ المستحقات المالية لصالح حكومة مسقط فهذا يعني جعله يدخل في صراع ما بينه وبين هذه الأسرة العربية الحاكمة وما بينه وبين المقيمية الإنجليزية الموجودة في فارس أصلا فكان أن أرسلت طبعا المقيمية البريطانية احتجاجا شديد لهجة إلى مسقط ويرى بعض الباحثين أن الحكومة البريطانية طبعا هي من صالحة كلا الطرفين أي أقصد بها عبد الرسول خان والسيد سعيد بن سلطان لكن لبعض الآخر يرى أن أساسا السيد سعيد بن سلطان استطاع أن يلقى القبض على عبد الرسول خان وكان من حسن حظ هذا الرجل أنه كان يعني مسافر لأداء فرضة الحج آنذاك لكن عند عودته استطاع الأسطول العماني أن يلقى القبض عليه ويأخذ المستحقات المالية منه هنا نجد أن بريطانيا وقفت يعني نوعا ما بجانب يعني بجانب الفرس أو بجانب لصالح الأقليم الفارسي على صالح حكومة السيد سعيد بن سلطان موجودة في مسقط وذلك الاعتبارات مختلفة طيب لو نوضح هذه الاعتبارات التي ذكرتها أستاذ منال نعم طبعا هذا يعني موقف المقيم البريطاني في بوشهر واستياءه الشديد طبعا من موقف السيد سعيد بن سلطان آنذاك تحجج طبعا في ممانعته لمقام به السيد سعيد بن سلطان في بوشهر بحجة علاقات الصداقة التي تربط الحكومة الإنجليزية بالحكومة الفارسية آنذاك وطبعا هذا السبب أعتقده أنه يعني يحمل وراءه سببا آخر أكثر واقعية وإمبريالية وهي أساسا مراعاة مصالح المقيمية البريطانية الموجودة هناك لأن بكل تأكيد السيد سعيد بن سلطان بعد أن سير هذه الحملة البحرية باتجاه أقليم فارس معنى هذا أنه سيقوم بمحاصرة المنطقة من ما يسبب خسائر فادحة في عملية التجارة أو حتى في بعض الأحيان في كسادها وأيضا أضف إلى ذلك هناك احتمالية أن يقوم الأسطول العماني بتدمير الموانئ التجارية الموجودة على ساحل فارس وهذا طبعا أيضا كان من ما يعني يؤثر على الشؤون التجارية المتعلقة بالإنجليز فكان لابد وكان لزاما على الإنجليز هنا أن يقفوا مع الإقليم الفارسي ضد السيد سعيد بن سلطان طيب نذهب للحديث عن موقف بريطانيا من صراعات السيد سعيد مع القوى الإقليمية الأخرى وربما ذكرنا بعضها في الحلقة السابقة ونقصد هنا القوى الإقليمية جميعا ما ذكرناه حول الفرس أو الدولة السعودية على اختلاف مراحلها أيضا القواسم والعثمانيين نعم طبعا هذا الموضوع موضوع شاسع جدا وموضوع هائل وكبير جدا فأنا يمكن أن أختصره بأن الدولة أساسا الحكومة الإنجليزية تجدها في أحيان معينة يعني تقف بجانب السيد سعيد بن سلطان وذلك يمكن قد لا يكون حبا في السيد سعيد بن سلطان إنما مراعاة لمصالحها التجارية ومصالحها السياسية في المنطقة وفي بعض الأحيان قد تجدها بجانب التكتلات السياسية المختلفة في بعض الأحيان تجدها تقف بجانب الفرس ضد السيد سعيد بن سلطان ومن ضمن المواقف التي حصلت أن بريطانيا أساسا كانت دائما ما تكرر طلباتها في أن يساعدها سيد سعيد بن سلطان في حملاتها ضد القواسم هنا القواسم فعلا كانوا الهم الأكبر أساسا بالنسبة للحكومة البريطانية فقد لا يكون من المنطقة أن يسير سيد سعيد بن سلطان حملات ضد القواسم وتكلفه الكثير من الأعباء إلا لخدمة أساسا المصالح البريطانية في النهاية وفي نفس الوقت حينما يطلب الاستعانة بالقواة البريطانية لا يجدها نعم فمن ضمن الحملات الحملة التي كانت في عام 1820 بعد نجاح هذه الحملة لصالح الحكومة البريطانية وبعد مساعدة سيد سعيد بن سلطان للحكومة البريطانية من ناحية البحرية ومن ناحية البرية في تقليص قوة القواسم في المنطقة كان أن تحدث السيد سعيد بن سلطان إلى قائد الحملة فيما يتعلق باستيلاء السيد سعيد بن سلطان على البحرين لكن الحكومة البريطانية لم تعر السيد سعيد أي اهتمام وعتبرت أن السيد سعيد بن سلطان حاكم مستقل وبإمكانها أن يفعل ما يشاء وهنا رفعت بريطانيا يدها من المسألة على الرغم من التضحيات الكثيرة التي قدمها سيد سعيد بن سلطان للحكومة الإنجليزية فهي دائما تقف في صف المصلحة وعلى حسب معطيات الموقف السياسي آنذاك لكن في النهاية هي تخدم مصالحها التجارية والسياسية في المنطقة طيب ننتقل للحديث عن مظهر آخر ربما سبق وأن تحدثنا عن المشهد السياسي الإقليمي تجاه القوى المختلفة ولكن ربما نقول بأن بريطانيا تجاه مصالحها أو رغباتها أو ما يؤدي إلى استقرارها اقتصاديا وسياسيا في منطقة المحيط الهندي وما جاورها ربما هذا يحتاج إلى التدخل في بعض الشؤون الداخلية وكون عمان تكتل سياسي قوي في المنطقة آنذاك ويقوم على إدارة الشؤون الملاحية دقريبا في المحيط الهندي هل تدخلت بريطانيا في الشأن المحلي العماني؟ وإن حدث ذلك كيف حدث ذلك وما كان موقف سيد سعيد بن سلطان؟ نعم طبعا هي تدخلت بريطانيا في الشؤون الداخلية لعمان ومن ضمن المواقف التي نذكرها تدخلها في مسألة أو قضية قبائل بوعلي الموجودة في شرقية عمان فكان أن ظهرت هذه القبيلة في تلك الفترة وبدأت تمارس بعض الأنشطة يعني السياسية نعم وبعض الأنشطة المختلفة ويعني من ضمن الأمور التي قامت بها قبائل بوعلي أنها قامت بمهاجمات بعض السفن الإنجليزية المتحركة بطول السواحل وكان هذا يعني من ما أغضب الحكومة الإنجليزية آنذاك فرأت أن تقوم بإرسال وفد لاستطلاع الأمر على الرغم من أن دائما ما تلاحظ أن بريطانيا لا تحب أبدا تدخل في الصراعات داخل المنطقة أو لا تحب تسيير حملات برية في المنطقة لكن مع ذلك خدمة لمصالحها وخوفا من أن يتطور الأمر ويصبح قبائل بوعلي مشابهة للقواسم لما تقوم بقبيلة القواسم نعم رأت أن ترسل يعني هذه الوفد مع مجموعة من طبعا أرسلت وفد مكون يعني من مبعوث إنجليزي بالإضافة إلى أحد مشايخ قبائل يعني أحد مشايخ رأس الحد يعني تطلع قبائل البوعلي على يعني رفض الحكومة البريطانية لمساء القرصنة التي تمارس على السفن الإنجليزية وترى يعني ردود هذه القبيلة البوعلي عن هذه المسألة وعلى هذه القضية وفعلا ما أن يعني أرسلت طبعا لهذا الوفد حتى قامت قبيلة البوعلي بصرع الشيخة الرأس الحد آنذاك فتأكدت الشكوك هنا لدى الحكومة البريطانية بأن أساسا فعلا قبيلة البوعلي بدأ يعني سيطها يعني يعني يتسع بشكل كبير ويعني بدأت فعلا بممارسة الكثير من الأنشطة فكان أن سيرت الحكومة الإنجليزية حملتان طبعا هذه الحملة كانت بمساعدة السيد سعيد بن سلطان طبعا الحملة الأولى كانت أنبأت بالفشل يعني وكانت لصالح قبائل البوعلي أما الحملة الثانية كانت يعني قد تكون يعني هي يعني نجحت في أن استعاد السيد سعيد بن سلطان يعني فرض سيطرته وحكمه على المناطق التي كانت موجودة فيها قبيلة البوعلي إلا أنها في أن آخر أيضا يرى الجون كيلي أنها عملية غير ناجحة لأنها أساسا يعني كانت بمثابة يعني هجمات تأديبية أو هجمات انتقامية ويعني كان بإمكان يعني حل المسألة هذه أو هذه القضية يعني بأسلوب آخر أو بطريقة أخرى بدل لجوء إلى يعني الهجمات وتوغل الجنود البريطانيين إلى داخل المنطقة وطبعا يعني النتائج والخسائر الفادحة في كل الصفين سواء كان يعني في صف الإنجليز وقوات سيد سعيد بن سلطان أو في قبيلة أيضا البوعلي يعني كان ممكن أن يحل تحل المسألة بطريقة أفضل من ذلك طيب ننتقل للحديث عن أبرز المعاهدات التي وقعت بين الطرفين في عهد السيد سعيد بن سلطان ونحن نعرش بأن هناك وقعت أول اتفاقيتين بين عمان وبريطانيا في عهد السيد سلطان بن أحمد لأن نذهب إلى عهد السيد سعيد بن سلطان ونتعرف على أبرز المعاهدات نعم طبعا من أهم المعاهدات التي وقعت مع حكومة سيد سعيد بن سلطان قبل انتقالها إلى زنجبار هي معاهدة 1822 وهذه المعاهدة هي ما عرف بمعاهدة إلغاء تجارة الرقيق وتم توقيعها بين الطرفين الإنجليزي والعماني وطبعا شملت هذه المعاهدة على مجموعة من البنود وتم إضافة بعض البنود بعد ذلك من ضمن هذه البنود أن يقوم السيد سعيد بن سلطان بإلغاء تجارة الرقيق إلغاء تاما من كافة أراضيه ومناطقه ويعني أن يكون هناك الحق لتفتيش السفن فإذا وجد أن هذه السفن تمارس عملية الاتجار بالرقيق فإن قبطان هذه السفينة والطاقم يعقبون كقراصنة وأضافت أيضا بعض البنود فيما بعد فيما يتعلق بحق بريطانيا في تفتيش بعض السفن التي تتعدى منطقة نفوذها جيد حديثنا عن معاهدة أو توقيع اتفاقية إلغاء تجارة الرقيق يأخذنا إلى تساؤل تجاه بريطانيا لماذا تهتم بريطانيا بهذا الشأن دون شؤون أخرى مختلفة ربما؟ نعم طبعا أنا أعتقد أن القارئ في هذه المسألة قد يعتقد أن هناك أسباب إنسانية وهي فعلا ربما تحمل يعني إلغاء عملية تجارة الرقيق يعني جوانب إنسانية فعلا لكن أنا أعتقد أن بريطانيا بعد أن أمنت جميع الطرق في منطقة عمان والخليج العربي ومنطقة فارس آن لها الأوان لأن تنتقل إلى منطقة أخرى وهي منطقة المحيط الهندي والساحل الشرقي لأفريقيا أرادت أيضا أن تؤمن هناك أيضا طرقها التجارية المختلفة بحيث يعني تستطيع تأمين كافة مستعمراتها وكافة محطاتها الموجودة في المنتشرة هنا وهناك فيعني لم تجد أفضل من هذه المعاهدة للتدخل يعني وفرض نفسها في منطقة المحيط الهندي والساحل الشرقي لأفريقيا طيب ما هي تأثيرات هذه المعاهدة وما ترتب عليها من جانب السيد سعيد بن سلطان نعم طبعا هذه المعاهدة يعني كان لها تأثير يعني لا يمكننا تجاهل هذا الشيء لأن أساسا يعني كانت هناك يذكر بعض المؤرخين أن هناك مئة سفينة أمانية كانت تعمل في تجارة الرقيق ومن ضمن هذه المئة سفينة مجموعة من السفن كانت تعمل لصالح السيد سعيد بن سلطان شخصيا وطبعا هذا أثر بكل تأكيد بشكل سلبي على مسألة الخزينة العمانية يعني قلت مواردها بشكل كبير وهذا طبعا أدى إلى كساد التجارة أيضا أضف إلى ذلك أن السيد سعيد بن سلطان كان يستخدم يعني الرقيق أساسا في مسألة عملية الزراعة وهذا في المزارع وفي البساتين المنتشرة في زنجبار وملحقاتها فهذا طبعا أكيد أنه أثر بشكل سلبي على هذا الشأن أيضا وعلى الرغم أن بريطانيا صورت للكثير أن العملية هي عملية غير إنسانية إلا أنها أساسا لم تكن تحمل ذلك الجانب السيء كما يصوره الإنجليز للبعض لأن أساسا سيد سعيد بن سلطان كان يستخدم هؤلاء العبيد في مسألة الزراعة وفي مسألة الحصاد وما إلى ذلك هل نقول بأنها كانت بمثابة يعني مهام عمل نعم يمكن اعتبارها نعم يعني بمهام عمل كما أن أعتقد أن أساسا يعني كما يعني ذكرت بريطانيا أن مسألة الرق هي مسألة أصلا مشروعة في الإسلام وأن يعني قطعها يعني قد يكون له تأثير سيء في نفوس المسلمين لكن مع ذلك يعني معاملة المسلم دائما للرقيق مختلفة إذا ما جئت تقارنها يعني بمعاملة مثلا إذا تتبعت مثلا تاريخ تجارة الرقيق التي قامت به مثلا الولايات المتحدة يعني تجد فرق شاسع بين كل الطرفين طيب كان من أبرز مظاهر التحالف والتعاون بين عمان وبريطانيا في أحد السيد سعيد هو الحملات العسكرية ضد القواسم وهذا موضوع آخر ننتقل إليه ونتحدث عنه عن هذه القوة التي كانت تؤرق كل القوى الأوروبية المتواجدة في منطقة الخليج العربي وهي قوة القواسم التي كانت تقوم من وجهة نظرهم بمهام القرصنة على السفن التي تدور في الجوار وانت ربما ذكرت ملمحا عن هذه العلاقة تحدثين أكثر نعم طبعا القواسم كانوا بمثابة الهم الأكبر للحكومة الإنجليزية وطبعا يعني لأن الإنجليز كانوا يرونهم بمثابة القرصنة فهم يرونهم أنهم يمارسون أعمال القرصنة أساسا حبا في السرقة والنهب لكن الطرف الآخر لا يرها بهذا الشكل الطرف الآخر مثلا القواسم يرونها أنها حبا وانتماءا للوطن والدين فهي لم تكن تسمح للسفن البريطانية من ممارسة أعمالها التجارية على طول السواحل بدون أن تفرض عليها بعض الأمور أو تفرض عليها بعض الرسوم أموما هناك كانت علاقة شد وقذب كبيرة ما بين القواسم والحكومة البريطانية وما بين القواسم والسيد سعيد بن سلطان وطبعا يعني دخلت كل الأطراف في صراعات يعني على مدى سنوات طويلة ولعل أشهر طبعا الحملات التي يعني شنتها الحكومة الإنجليزية على القواسم وكانت طبعا بمساعدات أمانية بالذات يعني مساعدات من السيد سعيد بن سلطان هن ثلاث حملات تقريبا أساسية ورئيسية حملة ما بين عام 1805 و1806 وهنا يرى جون كيلي أن السيد بدر بن سعيد قد اشترك أيضا في هذه الحملات قبل يعني وصول السيد سعيد بن سلطان إلى الحكم وحملة ما بين عام 1809 و1810 والحملة الثالثة كانت بين عام 1819 و1820 طبعا الحملة الثانية اشترك فيها السيد سعيد بن سلطان وكانت يعني هذه الحملة حملة بحرية وكان على الرغم من أن السيد سعيد بن سلطان لم يكن في الأساس متشجعا لهذه الحملة ولم يكن متحمسا أساسا لهذه الحملة وللأسف الشديد يعني أنباءت هذه الحملة يعني من سوء طالع الإنجليز ومن سوء طالع السيد سعيد أنباءت هذه الحملة بالفشل أي نعم أنهم استطاعوا تحقيق الكثير من الخسائر في صفوف القواسم إلا أنها أساسا لم تكن ناجحة لأن القواسم استطاعوا أساسا في هذه الحملة من إخفاء الكثير من السفن الأسطول القاسمي في الكثير من الخلجان في شمال أمان أو بالقرب من منطقة مسندم كما أن بعض السفن كانت تمارس أعمالها التجارية فتم إلحاقنا عن ضرر يعني بالسفن القاسمية لكن أعداد بسيطة يعني طبعا بعد أن يعني باءت هذه الحملة بالفشل كان السيد سعيد بن سلطان بن زعقين بشكل كبير لأنه أساسا فقد يعني سيطرته وسيادته على المنطقة وفي نفس الوقت يعني هذا قد يسبب له الكثير من النزاعات والسراعات نعم هذا بالنسبة للحملة الثانية أما الحملة الثالثة التي كانت في عام بين عام 1819 و 1820 هذه الحملة طبعا كانت أيضا حملة بحرية من قبل الإنجليز وحملة برية وبحرية من قبل السيد سعيد بن سلطان أيضا لتقليص قوة القواسم في المنطقة وطبعا قرت هنا الحملة لصالح الإنجليز ولصالح السيد سعيد بن سلطان وكانت أن انتهت بمعاهدة ما يعرف باسم معاهدة السلام العام التي عقدت في عام 1820 والتي كانت لها مجموعة من البنود التي نستطيع القول أنها قد قلصت القوة القاسمية نوعا ما أو لفترة معينة من الزمن جميل ربما نذهب الآن إلى خلاصة القول في موضوع العلاقات العمانية البريطانية في عهد السيد سعيد بن سلطان وأنت ذكرت أستاذ منال الكثير من الوقائع التاريخية والتفاصيل التي ربما تشي بأفكار متضاربة ولكن حينما نقرأها من عين المصلحة نجدها أكثر وضوحا وأكثر منطقية السؤال الذي يطرح نفسه العلاقات البريطانية العمانية كانت في صالح من كانت في صالح بريطانية أم كانت في صالح عمان أم مصالح مشتركة من الممكن أن أقول عنها أنا شخصيا أعتقد أنها كانت تقريب لصالح بريطانية أساسا لا أعتقد أنها كانت تقريب لصالح عمان لكن لا يمنع أن في بعض الأحيان المصالح تشترك في أحيان كثيرة تشترك المصالح العمانية والبريطانية في آن واحد فيعني تقري في صالح كل الطرفين لكن أساسا بريطاني أساسا يعني كما قلت دائما الإنجليز ما يتميزون بالمرونة في أسلوبهم في سلوكهم ودائما ما يظهرون أكس ما يبطنون ولعل هذا أهم ما ميز الإنجليز عن غيرهم من المنافسين وهذا ما يعني جعلهم أساسا يعني لهم الكلمة الفصل في المنطقة في الكثير من المواقف نعم في الكثير من المواقف لذلك يعني تقدهم في بعض الأحيان يقفون ضد يعني عمان في بعض المواقف على حسب معطيات الموقف أنا ذاك وفي أحيان أخرى مثلا تقدهم بجانب عمان ليس حبا في عمان نفسها إنما يعني لأن المصالح اشتركت ما بين الجانب العماني والجانب الإنجليزي طيب إذن نقول بأن المصلحة هي العملة التي تدير المشهد في العلاقات العمانية البريطانية والتي كانت تتفق أحيانا تختلف أحيانا ولكنها صارت بالسياق التاريخي الذي تحدثنا عنه قبل قليل في الدقائق القادمة مستمعين الكرام سننتقل للحديث عن محور آخر وهو العلاقات العمانية الفرنسية في عهد السيد سعيد بن سلطان من التاريخ العماني علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان أعزائي المستمعين نعود لكم والحديث في المحور الثاني عن العلاقات العمانية الفرنسية في عهد السيد سعيد بن سلطان نرحب مجددا بالباحثة منال بنت حمد لقطيطية ونكمل حديثنا حول هذا الموضوع علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان لأن نتحدث عن العلاقة مع فرنسا بشكل موجز أستاذ منال نوضح للمستمع الكريم طبيعة العلاقات بين عمان وفرنسا قبيل تولي السيد سعيد للحكم هل كان ذات الوضع تجاه بريطانيا أم أنه اختلف؟ من ما هو معلوم طبعا أن الفرنسيين دخلوا في مصر بقيادة نابليون بينامبرت في عام 1798 وبعد أن شددت الحكومة الفرنسية طبعا على نابليون بكتمان الأمر حتى لا تعلم الحكومة البريطانية بخطة احتلال فرنسا لمصر وقطع الطرق التقارية على الإنجليز فلا تستطيع بذلك السفن الإنجليزية والبريطانية الوصول إلى الهند إلا أن الأمر خرج من طور السرية والكتمان بنزول القوات الفرنسية وسقوط القاهرة في أيديهم وبصول هذه الأخبار طبعا إلى مسامع الحكومة الإنجليزية قامت هنا الحكومة الإنجليزية بتحريك أسطولها البحري للقاء الفرنسيين في مصر فكان أنهزم الإنجليز الفرنسيين في وقعة أبي قير البحرية ولم تكتفي بريطانيا بنصرها هذا بل قامت بتحريض أيضا الدولة العثمانية لإعلان الحرب على فرنسا كما وعرضت بريطانيا قواتها لخدمة الدولة العثمانية وإخراج الفرنسيين من المنطقة لضمان سلامة الطرق التجارية لها وكان أن دخلت بريطانيا وفرنسا في منافسة كبيرة للحصول على الانتيازات لدى سلطان عمان عن طريق المعاهدات والاتفاقيات فلم تكن بريطانيا لتسمح لي بونابرت من التواصل مع السيد سلطان بن أحمد بن سعيد أنذاك فسارعت بعقد أول اتفاقية تجارية سياسية مع أول حاكم عربي في عام 1798 وفي ظل هذه المنازعات طبعا الدولية بين الدولة العثمانية وحلفاها من الدول الأوروبية وبين فرنسا أدرك نابليون أنه لابد له من تقوية علاقاته مع مسقط إذا ما أراد تحقيق هدفه وهو قطع الطرق التجارية على بريطانيا لا سيمو أن نعمان تحتل مركز جغرافي مميز فهي بمثابة حلقة الوصل بين الطرق التجارية فبشر بمراسلته لمسقط خلال فترة حكم السيد سلطان بن أحمد غير أن نابليون لم يقد آذان صاغية آنذاك لمشروعه الاستراتيجي لا سيمو أن بريطانيا كانت تعمل جاهدة أساسا على تدعيم وجودها في المنطقة منذ فترة مبكرة طيب تركزت علاقة السيد سعيد بن سلطان بفرنسا من خلال جزيرتي موريشيوس وبوربون منصلة الضوء على هاتين الجزيرتين وسياق العلاقات في هذا الشأن نعم طبعا تركزت علاقة السيد سعيد بفرنسا من خلال جزيرتي إيل دي فرانس وهي جزيرة موريشيوس التي قام الإنجليز بتغيير اسمها بعد أن قاموا بطرد الفرنسيين منها وجزيرة بوربون وهما طبعا ما تبقى لفرنسا بعد توقيعها لمؤاهدة باريس في عام 1763 فمارست فرنسا طبعا من خلال هذه الجزيرتين نشاطها السياسي والتجاري مع المناطق الأخرى وطبعا يعود اهتمام فرنسا بعمان إلى القرن السابع عشر من خلال إرسال كثير من البعثات إلى مصقط والخليج العربي طيب على الرغم من تعاطف عمان مع فرنسا إلى أنها لم تدخل معها في علاقات على مستوى واضح وقوي وهذا حدث منذ عهد سلطان بن أحمد وأيضا تكرر في عهد السيد سعيد بن سلطان لماذا؟ أنا أعتقد أن السبب في ذلك هو تدخل الحكومة الإنجليزية أساسا في المنطقة لأن أساسا الحكومة الإنجليزية لم تكن لتسمح لفرنسا بالوصول إلى عمان لذلك أرادت تقييد طبعا العمان وتقييد إمام عمان بشكل كبير عن طريق معاهدة عام 1798 والتي عقدت مع سلطان بن أحمد وقامت أيضا بتثبيت هذه المعاهدة مرة أخرى في عام 1300 عفوا 1800 ميلادية نعم وطبعا يعني على الرغم من أن توقيع هذه المعاهدة بشكل رسمي إلا أن عمان أساسا لم تكن تهتم بها في بداية الأمر بالشكل المطلوب من وجهة نظر الحكومة الإنجليزية وظلت يعني في علاقات متواصلة مع الفرنسيين فكان حتى أن من ما يذكر أن السيد سلطان بن أحمد كان يستخدم موظفين فرنسيين وأنه سمح لأحدى سفنه بأن تحمل كميات من الحبوب والكبريت استولى عليه الفرنسيين من أحد السفن البريطانية التي كانت في طريقها البصرة وبيعت في أسواق مسقط وقد يعتقد بعض الباحثين أن عمان التزمت يعني بعد توقيعها لهذه المعاهدة التزاما تاما إلا أني أرى يعني على أكس ذلك تماما طيب كما كان يحدث أيضا مع بريطانيا تلتزم حينما تشاء وتخرق الاتفاق حينما تشاء علاقة عمان بفرنسا اتخذت مسلكا آخر بعد استلام السيد سعيد بن سلطان للحكم نوضح هذه النقطة التاريخية المهمة كيف حدث ذلك أو كيف نقرأ ذلك تاريخيا نعم هو السيد سعيد بن سلطان أساسا كان كواليده السيد سلطان بن أحمد ارتبط بعلاقات طيبة مع فرنسا على الرغم من مرور بعض الأحداث المؤدية إلى تعكير الأجواء بين الجانبين لا سيما تلك الأحداث المتعلقة بعمليات القرصنة الفرنسية الممارسة على السفن البريطانية والعمانية في بعض الأحيان ومنها ما جاء في أحد الوثائق وهي عبارة عن رسالة من سلطان زنجبار وعمان أي السيد سعيد بن سلطان إلى الجنرال غاردين في عام 1808 يتذمر فيها السلطان أو الإمام سعيد بن سلطان من سيرة سكان قزيرة موريس ويطالب فيها بالتدخل للسلطات الفرنسية طيب على الرغم من الظروف السيئة التي عاشتها كل من عمان وفرنسا في الفترة التي نتحدث عنها غير أن الفرنسيين نجحوا في الدخول في عهد السيد سعيد في منافسات قوية على المنطقة مع القوى الدولية الأخرى كيف تم ذلك؟ نعم هي طبعا فرنسا استطاعت الدخول في عهد السيد سعيد بن سلطان في منافسات قوية على المنطقة مع القوى الدولية الأخرى كبريطانيا وكالولايات المتحدة الأمريكية فنجحت في إقامة علاقات دولية ناجحة مع السيد سعيد ويتمثل ذلك في العديد من الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية ومنها إرسال الحاكم الفرنسي لجزيرة بوربون الممثلين السياسيين إلى كل من زنجبار ومسقط كذلك يأتي دور جزيرة موريشيوس في تعميق التبادل التجاري بين الجانبين لا سيما أن هذه الجزيرة أساسا كانت مصدر لشراء السفن والأسلحة والسكر للعمانيين ويعني كما أيضا تذكر لنا الباحثة إيزابيل بالو حادثة استقبال الإمام تقصد به هنا طبعا سيد سعيد بن سلطان للفرنسيين بالمدافع لدى وصولهم إلى مسقط وعرضه لخدماته على قائدهم لتمكينه من أداء مهمته في عام 1819 كما ظلت المراسلات أيضا ودية تتبادل بين الجانبين العماني والفرنسي ومنها مراسلة سيد سعيد للكثير من الممثلين السياسيين الفرنسيين طيب وهذا الأمر الذي لا أعتقد أنه أعجب بريطانيا وهنا السؤال الذي نطرح الآن الموقف البريطاني من تطور هذه العلاقة بين عمان وفرنسا في عادة سيد سعيد بن سلطان نعم طبعا بريطانيا كان هذا سببا في تخوف الحكومة الإنجليزية والبريطانية من الفرنسيين طبعا ورغبتها الدائمة والمستمرة في بعادهم قدر الإمكان عن التدخل في شؤون المنطقة سواء كان منطقة الخليج العربي وعمان أو سواء كان منطقة المحيط الهندي والساحل الشرقي لأفريقيا فعملت جاهدة على إسقاط المستعمرات الفرنسية حتى تضمن قطع علاقاتها وعدم تحالفها مع أي قوة أخرى لا سيمة والنعمان كان موقعها مميزة وقريبة جدا من أكبر وأثرى مستعمرة إنجليزية أنا ذاك وأقصد بها هنا طبعا الهند طيب بما أن عمان وقعت في محط الصراع الإنجليزي الفرنسي وكانت قريبة جدا من هذا الصراع كونها تحمل علاقات مع الجانبين هل كان لسقوط الجزر والمستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي بأيد الإنجليز أثر على العلاقة مع عمان من قبل الجانبين نعم طبعا يعني سقوط الجزر الفرنسية في يد الإنجليز والتي تعد من أهم مراكز النفوذ الفرنسي في المنطقة أدى إلى تأزم الموقف السياسي بين الجانبين إلا أن الحكومة الفرنسية مع ذلك ظلت متصلة بالعمانيين على الرغم من أنها دخلت في تأزم مع الحكومة الإنجليزية إلا أنها ظلت مستمرة في علاقتها مع العمانيين في عهد السيد سعيد بن سلطان عن طريق جزيرة بوربون وهي الجزيرة التي بقيت لها في منطقة المحيط الهندي كما بدأت أساسا الخارجية الفرنسية تنظر بعين الاعتبار لعمان في المرحلة التالية وتطالب ساستها بضرورة تعيين قناص الفرنسيين لحكومة السيد سعيد بن سلطان بحيث يكون أحدهما في مسقط والآخر في زنجبار جيد ربما أنه رغم ما مرت به من مواقف سياسية فرنسا ورغم تقلص نفوذها في المحيط الهندي مواجهة مع بريطانيا كانت علاقتها مستمرة إلى أننا نجد بأن هذه العلاقة ستشهد تراجعا واضحا بعد ذلك نتحدث عن الأسباب نعم طبعا نجحت القوات البريطانية في إطاحة الوجود الفرنسي في منطقة المحيط الهندي والخليقي العربي بعد سيطرتها على جزيرة موريشيوز وسيطرتها أيضا على جزيرة بوربون في فترة يعني معينة من الزمن إلا أنها يعني أعادتها بعد ذلك الحكومة الفرنسية في عام 1815 وبإرجاع هذه الجزيرة طبعا إلى فرنسا والحكومة الفرنسية سرعا ما بدأت يعني العلاقات العمانية الفرنسية يعني تعود إلى طبيعتها ولكن على يعني على مدى ضيق جدا لأنها انحصرت فقط في جزيرة بوربون فكان لابد يعني أن تكون هذه العلاقات علاقات يعني على مدى ضيق نعم ضيق نتحدث عن أبرز هذه المعاهدات التي ذكرتها قبل قليل التي وقعت بين عمان وفرنسا في عهد السيد سعيد بن سلطان والحديث هنا عن ما يقرب الثلاث معاهدات نعم كانت أول هذه المعاهدات بتاريخ 16 يونيو في عام 1807 وقام بتوقيعها كل من السيد ماجد بن خليفة نيابة طبعا عن السيد سعيد بن سلطان وديكان حاكم موريشيوس نيابة عن الحكومة الفرنسية وهي معاهدة تجارية تضمنت مجموعة من بنود تتعلق بأمور التجارة والبنادر والمراكب وما إلى ذلك من الأمور التجارية أما بالنسبة للمعاهدة الثانية فكانت في 17 يونيو من عام 1808 ويتضمن موضوعها تغيير بعض البنود التي جاءت في عام 1807 الموقع بين السيد ماجد بن خلفان والديكان وطالب السيد سعيد في هذه المعاهدة بعادة السفينة العمانية فتح الخير والتي استولت عليها بعض سفن القرصنة الفرنسية وطالب أيضا بجميع الأموال التي أخذت من العمانيين من قبل الفرنسيين قام بتوقيع هذه المعاهدة طبعا كلهم من السيد عبد القاهر بن محمد الماجد مبعوث السيد سعيد بن سلطان وديكان حاكم موريشيوس وقد أصدرت الخارجية الفرنسية قرارا بعدم تصديق هذه المعاهدة لأنها كانت تعارض قوانين فرنسا فيما يتعلق بقوانين الحصار البري لديها وطبعا كان هذا من ما أساء السيد سعيد بن سلطان وقاله يقوم بمراسلة الإنجليز في بومبي ويشرح للحكومة الإنجليزية هناك عن هذه المعاهدة وأسبابها ويبدي أيضا فيها استغرابه من موقف الفرنسي من هذه المعاهدة أما بالنسبة للمعاهدة الثالثة فهي كانت في عام 1822 وكان الوسيط فيها تاجر فرنسي وقد عقدت هذه المعاهدة لتنظيم الجمارك بين أمان وبوربون جزيرة بوربون إلا أن هذه المعاهدة لم تحقق ما كان الطرفان يرغبان به لأنها أساسا يعود السبب في ذلك أن السيد سعيد بن سلطان في نفس السنة عقد معاهدة إلغاء تجارة الرقيق وطبعا أما معاهدته مع الفرنسيين فكانت أساسا تعتمد على تجارة الرقيق فهنا يعني لعبت السفن الأمانية دورا مهما في توريد الرقيق من السحل الأفريقي إلى جزيرة بوربون هذا ما أحدث تضارب ربما بين الاتفاقيتين نعم بين الاتفاقيتين وهبط بها إلى بعض المستويات طيب هنا تساؤل آخر نلحقه هل اختلفت العلاقات بين السيد سعيد بن سلطان والفرنسيين والفرنسيين عفوا على الجانبين ربما حكومة مسقط كانت هناك علاقة معينة ولكن حكومة زنجبار كانت علاقة مختلفة مع الفرنسيين إذا ما عرفنا أن هذه الامبراطورية التي حكمها السيد سعيد بن سلطان كانت مترامية وبين هذين الطرفين أو بين هاتين العاصمتين مسقط وزنجبار نعم أنا أعتقد أن العلاقة بين عمان والحكومة الفرنسية قبل مرحلة الانتقال وبعد مرحلة الانتقال إلى زنجبار كانت علاقة جيدة خصوصا فيما يتعلق بالمسائل التجارية وقدم لنا الدكتور محمد بن سعد المقدم بحث حول العلاقات العمانية الفرنسية يذكر فيها أن الساس الفرنسيين كانوا يستحثون للحكومة الفرنسية ضرورة تعين قناصل فرنسيين سواء كان في مسقط أو في زنجبار وطبعا استطاعت فرنسا بهذا الشيء أن تقحم نفسها في منافسات دولية مع القوات الدولية الأخرى كبريطانيا وكالولايات المتحدة آنذاك أيضا بدأت علاقات الولايات المتحدة بحكومة سعيد بن سلطان في زنجبار تأخذ وضعا جيدا آنذاك فبدأ حتى سيد سعيد بن سلطان أوجد لهم أنفرض عليهم رسوم مناسبة نوعا ما فيما يتعلق بأمور التجارة حيث كانت الرسوم حوالي خمسة بالمئة من السلع وكان يسمح للرعاية الفرنسيين بحرية التنقل والإقامة في زنجبار وكما يحق لهم بيع واستئجار الكثير من المستجدعات أو المنازل أو تأجيرها حتى إذن منحهم العديد من الصراحيات أو المزاق التجارية بحكم أنه ازدهرت الحركة الاقتصادية بشكل أكبر في زنجبار نعم خصوصا بعد انتقال السيد سعيد بن سلطان إلى زنجبار بدأت الأمور التجارية والاقتصادية تزدهر بشكل كبير طيب تساؤل أخير وربما نختم به حديثنا لهذا اليوم أستاذ منال حول المعاهدات التي وقعها السيد سعيد بن سلطان مع الدول الأوروبية الأخرى ربما أبرز قوتين هما بريطانيا وفرنسا ولكن بالتأكيد كانت هناك قوة أوروبية تزور المنطقة بين حين وآخر فهل من قوة أخرى وقع معها اتفاقيات؟ نعم طبعا من ظن القوة التي وقع معها السيد سعيد بن سلطان يعني اتفاقيات هي البرتغال على الرغم أن البرتغال يعني خرجت يعني من منطقة الخليج العربي إلا أنها ظلت يعني تمارس أيضا أنشطها التجارية وهذا طبعا لم يمنعها من محاولة التواصل أيضا تجاري مع أمان حيث نجحت الحكومة البرتغالية في توقيع مجموعة من المعاهدات التجارية في عهد السيد سعيد بن سلطان ومن هذه المعاهدات معاهدة عام 1826 قام بتوقيعها بوتل هو وهو حاكم موزنبيق نيابة عن حكومة ملك البرتغال وبمقتضى هذه الاتفاقات التجارية حق لرعاية كلة الدولتين التمتع بحرية التجارة وفي حالة قامتهم في الدولة الأخرى يعملون بكل احترام ويمارسون التجارة وفق القوانين المعمول بها محليا وأيضا معاهدة أخرى هي معاهدة عام 1827 وهي أيضا تم توقعها بين حكومة السيد سعيد بن سلطان وحاكم موزنبيق نيابة عن ملك البرتغال وتضم مجموعة من البنود المتعلقة بشؤون التجارية بين الطرفين وأيضا هناك أيضا معاهدة أخرى تم عقلها بتاريخ 27 مايو في العام 1829 أيضا هي كانت بين كل الطرفين ومتعلقة بالأمور التجارية إذن في نفس السياق هكذا مستمعين الكرام هذه تفاصيل تاريخية متعددة حول موضوع العلاقات العمانية مع القوى الأوروبية والتي تتمثل في شكل أكبر مع بريطانيا وفرنسا كونهم أكبر المنافسين أو أكبر متنافسين في مياه المحيط الهندي إلى جوار حكومة عمان آنذاك دقائق بسيطة تفصلنا حتى نختم حلقتنا لهذا اليوم من التاريخ العماني علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان إذن هكذا مستمعين الكرام نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم التي تناولنا فيها علاقة عمان بالقوى الأوروبية في عهد السيد سعيد بن سلطان والمصالح التي كانت تجمع الطرفين وتفاصيل هذه العلاقة مع كل من بريطانيا وفرنسا وبشكل أقل البرتغال تحدثنا عن مجموعة من الاتفاقيات مجموعة من المعاهدات التفاصيل التاريخية التي تخص المواقف السياسية وحتى التدخل وربما الصراع الذي كان يحدث بين بريطانيا وفرنسا والتي وقعت عمان فيه محل تأثير حيث كانت تمارس علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية أيضا في ظل توتر بين الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية وبعد ذلك برغم موجود قراءات تاريخية أو تفاصيل تاريخية تجعل من البرتغاليين محل عدم ترحيب إلا أنه تم توقع اتفاقيات في عهد السيد سعيد بن سلطان مع حكومة البرتغال مما يسر الحركة التجارية ولكن بشكل أقل بقليل من بريطانيا وفرنسا تركز الحديث مستمعين الكرام فقط للتأكيد في حلقتنا لهذا اليوم عن الشق الآسيوي من الامبراطورية العمانية في عهد السيد سعيد بن سلطان وبإذن الله سنتناول في حلقات أخرى قادمة العلاقات في الشق الإفريقي من هذه الامبراطورية تساؤلات عديدة طرحها لنا الدكتور محمد الشعيلي وأجابت عليها الأستاذة الباحثة منال بنت حمد لقطيطية الباحثة في التاريخ العماني والمتخصصة في العلاقات الخارجية لعمان في عهد السيد سعيد بن سلطان كل الشكر والتقدير لك أستاذة منال على مدار حلقتين أضاءت الكثير من علاقات عمان الخارجية وشكرا أستاذ أحمد شاكروا استضافتكم الكريمة بارك الله فيك وأيضا شكر موصول لكم أنتم أعزائي المستمعين لهذه المتابعة التاريخية المستمرة على مدار حلقات برنامج من التاريخ العماني اليوم رصدنا لكم مجموعة العلاقات العمانية مع القوى الأوروبية وبإذن الله في حلقة قادمة سنوافيكم بتفاصيل تاريخية متجدد أهلا بكم دائما وأبدا في برنامج من التاريخ العماني الأمس هو الماضي وغدا هو المجوم بينهما رحلة اليوم معرفة الوصول لمعرفة المستقبل كنتم مع برنامج من التاريخ العماني من التاريخ العماني إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعير تقديم أحمد بن سالم الكلبان إخراج علي بن عبدالله العجمي من التاريخ العماني من التاريخ العماني من التاريخ العماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر